يعني وانت حتى ما وقفتي هون وانما كمان خلال ظهورك على المواقع التواصل الاجتماعي كنت من المؤسرين كمان بموضوع تاني اللي هو موضوع منتدتب على المرأة العربية فشو بتخبرين عن هذا الموضوع وهذا المشروع الضخم والهائل عربي ألماني بودكاست لك الشخص بحب اللغة العربية والألمانية هلأ هو صراحة المرأة العربية في ألمانيا يعني خليني أحكي زمان زمان قبل الفيسبوك كان فيه إيش اسمه النوادي كنت وقتها جديد جاي على ألمانيا ووقتها عن طريق المنتديات هيك كان اسمهم نعم كان فيه عالم حوى يا يا نذكره وفي عالم حوى كان فيه منتدى المغتربات في ألمانيا أوكي كان وقتنا كنا ممكن شي عشرين واحدة وفعلا أنه يوميا أنه ندخل على المنتدى وأنه كيف حالكم ومسلا وأنا عندي مثلا والله شو مثلا لازم أعمل لابني كذا عنده مشكلة صرت بعده الأراء صرت بعده الأراء فأنه الواحد ينبسط أنه أنت صح مش لحالك بس فيه ناس حواليك وفيه ناس عم تستفيد يعني مثلا كانوا وقتها هذا الحكي أمتى هذا الحكي بالألفين بالألفين وطناش ألفين وحداش يعني زمان كتير آه أوكي يا فوقتها أنه آه بعدين بلشوا كتيرنا صرنا ممكن مية ذاكرة بعدين بلشت الناس تخف نشاطها على عالم حوى فقلنا نسأل ليه خف النشاط العالم على عالم حوى فيقولولنا أنه انتقلوا للفيسبوك فيسبوك فوقتها والله ذاكري وقتها أنه آه أنا عندي فيسبوك بس ما بستخدمه يعني أنا بس كنت أعمل يعني رأس معها أعمل بوست بصورة لحدها من أولادي وبس أهلي اللي بشوفوها يعني كانوا فلما تعرفت على عالم الفيسبوك أنه قرأت أنه شو بيعملوا الناس فيه وإشي زي هيك فحكينا تعالوا نفتح جروب على الفيسبوك اسمه المرأة العربية في ألمانيا فعلا فتحنا الجروب وبلش الجروب يكبر 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 وقتها في الجروب أنا ما كنت أنا وطبعا وزميلاتي اللي كانوا معي ما بدنا يكون جروب بس مجرد أنه يحد يفوت هلو مرحبا كيف حالكم شو طبخين شو عاملين يوم ينزل في صورة فنجان الشاي أو القهوة ويسلم تماما فأنا حكيت أنه خلينا نعمل خطوة أنه تكون أنه إحنا ناخد مجال التوعي للسيدات ليش لأنه أنا كمان لما أجيت على ألمانيا أنا أجيت بالألفين واثنين ألفين وثلاثة فأنا كنت لحالي يعني عارف يعني وكان في كان في عائلات عربية بس للأصف كان في بعضهم ما عندهم طموح ما عندهم حلم ما عندهم شو بدهم يعملوا يعني راس ما لهم شو يطبخوا بكرة يعني فكان كتير منهم أنه هم يقلهم زمان بألمانيا كمان فهم خلص حتى لغة مش متعلمين فأنا لأ أنا يعني أنا وقتها حكيت لا ليش أنا جاي أوكي أنا أتزوجت وأجيت لهون وصار عندي ولد لكن أنا بدي أتعلم بس أنا وقتها كان المشكلة أنه ما كان في جامعة قريبة ما كان في مجال أتعلم باللغة الإنجليزية فكان وقتها صار فيه تأخير شوي يعني أنا جيت ألفين وثلاثة ألفين وسبعة قبلت بجامعة هايدلبرغ فكنت أنا وقتها في جمعية للسيدات الألمانيات اسمها كنت أروح هناك وما كنت أحكي وما كنت جديدة عن اللغة يعني بالإشارات أحيان كنت أحكي بالإنجليزي ما كانوا يتقبلوا الإنجليزي كتير لأنه كنت ساكنة أحدود فرنسا فكان يا ألماني يا فرنسي وأنا ما كان عندي لغة فرنسية فكنت منطرة أتعلم ألماني أحكي معهم بالألماني فلاحظت بهديك الفترة هو بصير الواحد إن الإنسان تراكم تراكم بالمعلومات لاحظت أنه بعض السيدات العربيات اللي كانوا يجوا يعني عندهم جهل بكتير معلومات سواء إشي بتعلق بالأطفال إشي بتعلق بالمدارس كانوا أحيانا 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 كنت أروح مع السيدات على المدارس أترجم لهم مشاكلهم أوكي وألاحظ أنه في مشاكل كبيرة بالمدرسة الأم ما بتعرف عنها لأنه ما عندها القدرة أنها تتواصل مع المدرسة أو تحكي مع المدرسة هذا الحكي طبعا قبل الاندماج يعني قبل ما تيجي خلينا نحكي قبل اللجوء السوري قبل مواضيع الاندماج وكل هاي الشغلات بتعمل تحكي تقريبا بالألفين وإدعج تماما إحنا كنا بلشنا فيها بالألفين وأربعطعش يعني أنه كيف المرأة تكون في مكان وكيف أنها تقدر تطور من حالها وفيها تطور من حالها المرأة إذا اشتغلت على حالها فيها تطور من حالها فيها تعمل الكرسات فيها مش شرط أنك تدخلي مجال أكاديمي وتدرسي جامعة وما إلى ذلك لأنه كان في كتير عند السيدات تخوف أنه أنا ما بقدر ما فيي أعمل شي ما عندي وقت فإحنا بلشنا معهم كيف ننظم الوقت بلشنا معهم وين بتلاقي حالك بلشنا معهم لمين ممكن تتوجهي لتبلشي تبني حالك إذا أنت مثلا عندك مجال معين هواية كيف تطوري حالك دخلنا المواهب دخلنا المشاريع صاروا السيدات يعملوا أشغالهم يعرضوها عنا على الجروب كبر موضوع وقتها حكينا رح نظلنا قاعدين بالفيسبوك تعالوا نعمل ملتقة على الأرض يا سلام وقتها صار بذاكرة أنه أول ملتقة كان في دوسلدورف وقتها لأنه إحنا كنت من وين ما كان يعني إحنا مش موجودين من كل أنحاء ألمانيا من كل أنحاء ألمانيا فكانت أكبر مجموعة موجودة تقريبا من منطقة النوردراين هون فلتقينا في دوسلدورف كان وقتها يمكن يعني إحنا وقتها استغربنا لتقينا بمطعم وتعارف مش إنه ما كان في برنامج نعم كان تقريبا إجوا 30 سيدة يعني إحنا وقتها اتفاجأنا بالعدد بعدين قررنا نعمل ملتقة يعني مثل المؤتمرات ورشة عمل ورشة عمل وقتها صارت بفرانكفورت وكنا محضرين 30 كرسي زاكرة وقتها إجوا 60 يعني عنجل صارتنا ندور كان لأنها كلية أخذنا مكان بكلية فصارتنا ندور بالغرف الثاني وين في كراسي نجيب كراسي وهكذا يعني بعدين من فرانكفورت لبون ومن بون كان وقتها إسن الإسن كان خرافي إسن كان يعني ملتقة خرافي يعني لقى زاكرة سيدات يعني متحدثات سيدات مننا وفينا كانوا الموجودين معنا بالجروب كل واحدة بمجالها إيه اللي بتحكي بالتربية وإيه اللي بتحكي قصة نجاح وقتها كان يعني كثير سيدات بتذكرهم أنت صدفت منهم أو أنه كانوا موجودين معك زي عائشة نعم كانت معنا إجت مالكة جزياتي إجت ديما نجار إجوا كمان في سيدة هيك تونسية بتعمل مثل تنمية بشرية وإشي تدريب بالضحك أو يعني إشي زي هيك كان وقتها عملت جو كتير حلو جبنا عازف جبنا مهرجين للأطفال يعني وقتها إجا مية وأربعة وستين سيدة ووو يعني إحنا وقتها وكان في معرض كنا وقتها كان وقتها أول معرض كتاب عربي منعملوا عندنا نعم وقتها إجوا مكتبتين شاركوا معنا السيدات اللي عندهم مشاريع كلهم إجوا عرضوا مشاريعهم وأشغالهم وما إلى ذلك وكان يعني كان مهرجان يعني كان مهرجان فعلا وأنا بتذكر بهذا اليوم ما أعدت ثانية يعني أنا والزميلاتي فعلا من زاوي لزاوي وصار له صد كبير لدرجة أنه وصل للجزيرة والجزيرة وقتها عملت معنا مقابلة يعني حقوا معنا وأخذوا صور وفيديوهات وانعرضت وهكذا يعني بتحس أنت دايما لما تبلش بمشروع خلاص هذه مسئولية النجاح مسئولية النجاح معناته ده تكمل النجاح ده تضلك مش بنفس المستوى بدك تطور كمان من حالك يعني هلأ مثلا الفترة هاي ما في ملتقى بسبب ظروف كورونا لكن فيه أونلاين ولأنه أونلاين اسمه برمجيات الحياة برمجيات حياتنا في العالم الرقمي نعم إنه إحنا كيف ننبرمج حياتنا الآن في هاي في الوضع الجائحة الموجود الآن كيف ننبرمج حياتنا رقمياً كيف ننستفيد من التكنولوجيا ونطور من حالنا وإحنا موجودين بالبيوت نعم يعني كتير ناس الآن عم تشتغل من البيت كتير من ناس الآن عم تتعلم من البيت كتير ولاد الآن عم بيعملوا دراسة عم بعد كل هاي الأمور رح نجمعها ورح نجيب متخصصين يحكم الموضوع لحتى إنه أي حدا عنده تحديات عنده مشاكل حاب بيتعلم أكتر فيه ناس رح يجيوا يعلموا يعلموا الناس كيف يعملوا مشاريع ناجحة أونلاين يدخلوا على عالم السوشال ميديا لأنه فيه ناس اللي الآن ما بتعرف تستخدم السوشال ميديا فإحنا مستمرين بالدعم والعطاء فهذا الشي اللي بيخلينا إنه إيش إنه دايما متواصلين وهي رسالة يعني رسالتنا كانت هي تمكين المرأة العربية في ألمانيا وما زلنا إحنا مستمرين فيها كنا عشرة الآن إحنا الآن إحنا 18 ألف يعني ما بعرف يعني من أي مكان أنا بدي أبلش أو من أي مكان أنا بدي أختم لأنه بصراحة يعني إذا من نروح لمجال العائلة أو لمجال العمل أو لمجال موقع التواصل الاجتماعي أو لمجال المنتدى المرأة العربية يعني بصراحة أنا أنا يعني كتير 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 مسرور إنه الصدف جمعتني فيكي وبعدين إنه بالرغم المشاكل اللي صارت اليوم لحتى توصلي يعني أنا بالنهاية هاي الحلقة حتكون حلقة كتير كتير ظريفة وأنا حابب أنا بتخيل الدكتورة إنه في كتير كتير طلاب وخاصة طلاب الطب وهون بألمانيا في عندهم كتير أسئلة لأنه بيشوفوكي أنت كشخص هذا الشخص يعني هذا هو الشيء اللي نحنا ممكن نقدر نوصله يعني فهن بيشوفوكي كميسال فأكيد هنين عندهم أسئلة وأنا حابب هيكي أنا عندي كم سؤال حابب أسألك ياهن تعطيني جواب مختصر نعم تفضل أول شي شو بتنصحي الطلاب والناس بشكل عام ثلاث كتب يقرؤوها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر